اهلا بكم طلاب الصف الاول الاعدادي في مادة اللغة العربية ودرس جزيب من فروع القراءة وهو بعنوان غرائب المخلوقات مضمون الدرس سوف نتحدث اليوم عن غرائب بعض مخلوقات الله عز وجل التي تدعونا الى التفكر في عظمة الخالق يعني هندرس بعض الكائنات الحية ونشوف قدرة ربنا في خلقها وذلك يدعونا الى ايه ان احنا نقدر ربنا جدا وان احنا نعظم طيب نشوف الفكر معنا اول حاجة حب الوطن غريزة فطرية رقم اثنين النحلة تهتدي لخليتها ثلاثة الحصان يرى في ظلام اربعة العناكب المائية تؤمن صغارها خمسة لغز السعابين المائية حب الوطن غريزة فطرية انت تحب وطنك كما ان الطيور تحب اوطانها ولها غريزة العودة الى الوطن فعصفور الهزان يهاجر جنوبا في الخريف ولكنه يعود الى عشيه القديم في الربيع التالي وفي شهر سبتمبر تطير معظم اصراب الطيور الى الجنوب وتقطع نحو 1000 ميل فوق عرض البحر ولا تضل طريقها يعني ايه بقى الكلام ده؟ طبعا كل واحد فينا بيحب بلده جدا وبيحب وطنه جدا جدا مهما سافر لبلاد تانية وشاف ثقافتها وشاف حضرتها ولكنه يحب ان يعود مرة اخرى الى ايه؟ الى وطنه فالنغار ده اول حاجة هنتكلم عنه عصفور اسمه عصفور الهزان تمام؟ زي ما احنا شايفينه كده مع بعض في الصورة العصفور ده بيهاجر يعني بيسافر في فصل الخريف الى الجنوب ولكن اول ما الدنيا بتكون كويسة والربيع يبدأ ييجي والجو يبدأ يبقى فيه ناسيم بيعود مرة تانية لعشيه القديم يبقى تاني عندي عصفور الهزاز بيهاجر في فصل الخريف الى الجنوب ولكن عند حلول فصل الربيع التالى يعود الى عشيه القديم يعني بيعود لوطنه مرة تانية هو حابب وطنه وبيرجع تمام؟ كمان بيقولي ان معظم جماعات الثيور احنا طبعا عارفين ان الثيور لما بتيجي بتهاجر من مكان لمكان لا تهاجر فرادة يعني مش بتهاجر واحدة واحدة لا بتهاجر في اسراب يعني في مجموعات كثيرة فبيقولي ان انا عندي في شهر سبتمبر اللي هو شهر تسعة معظم جماعات الثيور بتهاجر الى الجنوب وكمان عايز اهضحلك ان الفكرة من هجرة الثيور من مكان الى اخر علشان بس يكون الجو مناسب لها اللي هو المناخ بتاحها يكون مناسب لها يعني ان مثلا لو كان العش بتاحها في منطقة فيها برد كثير قوي فهي مبتقدرش ان هي تستحمله فبتضطر ان هي تسافر لمكان تاني بيكون ادفا ولما المكان بتاحها يرجع ده فتاني بترجع له مرة اخرى تمام وكمان زي ما تفعنا ان زي ما هم بيسافروا مع بعض في مجموعات كمان بيقطعوا نحو الف ميل فوق عرض البحر يعني فوق نص البحر كده هم بيسافروا مسافات شاسعة جدا 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 وبرغم ذلك لا تضل طريقها يعني ما بتنساش مكان العش بتاحها فين نتناول معنا اللغويات غريضة بمعنى فطرة وطبيعة وسجية يعني التلاتة صح العودة بمعنى الرجوع وعكسها الذهاب يهاجر بمعنى يترك وطنهو وممكن لو قلت ان هو يسافر برضو صح منت لما بتترك وطنك يعني بتسافر عكسها يقيم ويستقر وعش جمعها عشاش وعشوش وأعشاش ولازم نحفظ الثلاثة ربما يجيب لي واحدة بس منهم في اختار يبقى مرة كمان جمع العش عشاش وعشوش وأعشاش الربيع جمعها الأربعاء الربع الأربعاء أسراب بمعنى جماعات وعكسها فرادة يعني واحد بس ومفرد كلمة أسراب سر تقطع يعني تعبر وتكتاز عرض البحر يعني وسطه تضل بمعنى تفقد وعكسها تهتدي تعالوا نكمل مع بعض ونشوف السؤال متى يهاجر عصفور الهزاز ومتى يعود؟ هو بيهاجر من العش بتاعه من موطنه إمتى؟ طبعاً بيهاجر جنوباً في فصل الخريف تمام؟ ويعود إليه مرة أخرى في الربيع التالي تعالوا بقى نكمل مع بعض النحلة تهتدي لخليتها والنحلة تجد خليتها مهما تميصت ونحلة العسل لا تجذبها الأظهار الزاهية كما نراها ولكنها ترى الأظهار بالضوء فوق البنفسيجي الذي يجعلها أقصر جمالاً في نظرها يعني إيه بقى؟ ربنا طبعاً بذيع جداً في خلقه ربنا لما بيخلق حاجة بيخلقها أولاً لفايدة الإنسان وكمان ربنا بيبدع وبيتفنن في خلق مخلوقاته علشان إحنا لما نشوف كده نعرف قد إيه ربنا قدير وربنا عظيم إحنا طبعاً عارفين إن النحلة دي بناخد منها العسل وإن العسل ده فيه غزاء وشفاء لنا جدير جداً جداً صح؟ طيب الخلية بتاعت النحلة هي طبعاً اللي بتصنعها بنفسها فالإنسان علشان يروح ياخد العسل بتاعتها ممكن إنه هو يغير في شكل الخلية بتاعتها فهنا بيقول لي إن الغريب جداً إن النحلة مهما تميصت خليتها يعني مهما تغيرت هي برضو بتعرف إيه تروح لها مرة تانية وكمان الحاجة التانية سبحان الله إن أنا عندي لما بشوف الظهرة جميلة بألوانها المبدعة وبرائحتها الفواحة النحلة ما بتشوفهاش كده لأ دي النحلة بتشوفها أحسن وأكتر جمال مننا ليه بقى؟ لإني ربنا بيخليها تشوف بحاجة اسمها الضوء فوق البنافسي جيد دي هي ميزة في عين النحلة لما بتشوف بيها الأزهار بتشوفها أحسن ما احنا شايفها طيب نتناول معنى اللغويات خالية بمعنى بيت النحل وجمعها خالية تميصت أي تغير شكلها أو محيت أو قزيلة وعكس كلمة تميصت برزت تجذبها يعني تشدها وعكسها تنفرها الزاهية بمعنى المشرقة الصافية وعكسها الباهتة وجمع كلمة الزاهية الزواهي نشوف مع بعض السؤال لماذا ترى النحلة الأزهار أكثر جمالا مما نرى؟ يا ترى ليه هي بتشوف الأزهار أحسن وأكثر جمال مننا لأنها تراها بالضوء فوق البنافسي جيد وهذا الذي يجعلها أكثر جمالا في نظر الإيه النحلة طيب نشوف آخر فقرة معانا في الجزء الأول وهو بعنوان الحصان يرى في الظلام طبعا إحنا مجرد ما بنسمع العنوان بنقول طب إزاي إحنا لو الدنيا ظلمه مش هنعرف نشوف تعالوا نتعرف عليه وإذا ترك أحد حصانه يمشي وحده فإنه يلزم الطريق مهما اشتد ظلمة الليل وهو يرى ولو كان الطريق غير واضح ويحس باختلاف درجة الحرارة في الطريق بعينين تتأثران قليلا بالآشعة تحت الحمراء يبقى بص بقى معين أول حاجة ناخدها عن الحصان أنه هو ينفع يمشي لوحده تمام مهما اشتدت ظلمة الليل يعني مهما كانت الدنيا ظلمة جدا جدا هو يعرف أنه هو يمشي لوحده لأنه هو بيعرف يشوف كويس فين في الظلام كمان حتى لو كان الطريق مش واضح يعني لو الدنيا بالليل وكمان الطريق غير ممهد أو غير واضح هو بيعرف أنه هو يمشي الحاجة الثانية هو بيحس باختلاف درجة الحرارة في الطريق طب ازاي؟ لأنه هو عنده عينين بتتأثر بالآشعة تحت الحمراء ودي حاجة ربنا ادهانه سبحان الله علشان يميزه عن باقي المخلوقات طيب تعالوا نشوف مع بعض اللغويات اشتدت بمعنى كثرت يحس بمعنى يشعر طيب تعالوا نشوف فقا مع بعض السؤال على الجزء دي يكون ازاي؟ ما سبب رؤية الحصان الطريق في ظلام الليل؟ ليه يا طرق هو بيعرف يشوف كويس بالليل؟ لأن عينيه تتأثر قليلا بالآشعة تحت الحمراء ودي الحاجة اللي بتخليه يستطيع أن يرى في ظلمة الليل العناكب المائية تؤمن صغارها وتصنع احدى العناكب المائية لنفسها عشا على شكل منطاد من خيوط العنكبوت وتعلقه بشيء ما تحت الماء ثم تنسك ببراءة فقاعة هواء في شعر تحت جسمها وتحملها الى الماء ثم تطلقها تحت العش ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش وعند اذن تلت صغارها وتربيهم آمنة عليهم من طيارات الامواج طيب تعالوا بقى نشوف قصة العناكب المائية طيب وبطبيعة الحال جدا هي بينة من اسمها العناكب المائية يعني هي بتعيش في المياه ومش بتعيش في البر وبما انها عيش في المياه فعندما تلت صغارها بالتالي الامواج ممكن تيجي تاخدهم او تأذيهم او تلقيهم في مكان بعيد عنها فالامو هنا بتبدأ ان هي تجهز لهم العش الامن حتى تلدهم فيه طيب العش ده علشان يكمل لازم له بعض الخطوات الكثيرة اول حاجة بتعملها بتبدأ تمسج من خيوط العنكبوت لان هي عنكبوت وعندها خيوط عش على شكل المنطوض المنطوض ده اللي هو باللونة كده بتكون مفرغة تماما من الهواء بعد ما بتتم البناء بتاعها بتعلقها في حاجة كده تحت المياه ممكن تعلقها في شيء من الشعب المرجانية ممكن تعلقها في اي شيء موجود تحت الايه تحت البحر كمان بتبدأ بمنتهى البراعة زي ما ربنا علمها تطلع فوق كده شوية عند سطح البحر تاخد فقاعة هواء تمام وتروح تحطها في المنطوض ده من جوا بعدها مرة كمان تروح عند سطح البحر تاخد فقاعة هواء زي ما احنا شايفين كده الفقاعة دي دي فقاعة هواء ما فيهاش اي مياه خالص من جوا تبدأ تاخدها من فوق وتنزلها على العش واحده وراء تانية وراء تانية لحد ما بتبدأ تكمع العش بتاعها كله مجرد ما بينتفخ وبتلاقي ان هو ده المكان اللي هيكون مناسب لحجمها وكمان لعدد صغارها بتدخل فيه وعند اذن تلد صغارها وبكده هي وضعتهم في مكان امن من طيارات الامواج طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض اللغويات العناكب مفردها العنكبوت او العنكب منطاط بمعنى بلون يملأ بهواء ساخن او غاز خفيف ليرتفع في الهواء ودي حاجة دلوقتي احنا بقينا نشوف ناس كتير جدا بتأجرها وتستمتع جدا بيها وجمع كلمة منطاط مناطيض ببراءة اي بمهارة واتقان طيب نشوف مع بعض السؤال على الجزء ده كيف توفر العناكب المائية الامنة لصغارها بتعمل ايه اول حاجة تنسج العش على شكل المنطاط من خيوتها الحاجة التانية تعلق هذا العش في مكان امن تحت الماء رقم ثلاثة تظهر الى او تصعد الى سطح البحر فتمسك بشعر تحت جسمها ببراعة فائقة واتقان في قاعة الهواء فتأخذ تلك الفقاع وتعود بها الى العش مرة اخرى تصعد الى سطح البحر تأخذ الفقاع وتعود الى العش حتى يكتمل تماما وعند اذن تضع صغارها الجزء بعد كده اللي معايا التاني لغز السعابين المائية يا طرح السعابين المائية دي طبعا احنا عارفين ان هي كده بتعيش في المياه هي ليها لغز اه ليها لغز وحاجة حيارتنا جدا وكمان خلتنا نعرف قد ايه ربنا قادر وربنا عظيم تعالوا نشوف مع بعض اللغزة وهناك لغزة اصعب يتطلب الحل وهو الخاص بالسعابين المائية التي تهاجر عند اكتمال نموها من مختلف البرك والانهار فاذا كانت في اوروبا فانها تقطع الاف الاميال في المحيط قاصد الاعماق الصحيقة جنوب برمودا وهناك تبيض او تموت اما صغارها التي لا تملك وسيلة لتعرف اي شيء فانها تعود ادراجها وتجد طريقها الى الشاطئ الذي جاءت منه امهاتها ثم الى كل نهر او بحيرة او بركة صغيرة فيصبح كل جزء من الماء اهلا بثعابين البحر لقد قاومت تلك الثعابين الصغيرة الطيارات القوية وغالبت الامواج على كل شاطئ دفعها قانون خفي وفطرة فطرها الله عليها الى الرجوع حيث كانت بعد ان تتم الرحلة كلها طيب تعالوا نشوف مع بعض السعابين المائية بتعيش ازاي اول حاجة بيقول لي ان الصعبان المائي ده لما بيكتمل النمو بتاعه بيبدأ ان هو يكون في البراكول انهار تمام بعدها بيقصد او بيقطع مسافات شاسعة وكبيرة جدا في الاعماق الصحيقة في الاعماق الصحيقة يعني بيوصل لقاع البحر وهناك في المكان ده بالتحديث بيبدأ اتضع بيضها وفي الحالة دي بتموت بعد ما اتضع بيضها بتموت الصغار بقى اللي هما لسه مش عارفين مامتهم اللي مش عارفين هما جم منين اللي مش عارفين اي حاجة سبحان الله ربنا بيديهم فطرة وطبيعة فيهم ان هما يرجعوا مكانهم مرة تانية محدش يسأل ازاي دي حاجة ربنا معلمها لهم وبالتالي بيبدأوا ينتشروا بقى اللي جاي من نهر بيروح واللي كان اصله من البحيرة او اصل والدته من البحيرة بيروح واللي كان جاي من البركة بيروح بالطريقة دي كل جزء من الماء بيكون اهل بسعابين البحر اللي هما السعابين المائية وبرغم ان السعابين الصغيرة دي كانت لسه مولودة الى انها تستطيع ان تقاوم الطيارات المائية القوية يبقى احنا دلوقتي عرفنا قد ايه ربنا عظيم ان هو يعلم السعبان المائي كيف يعود الى ارضه او الى موطنه الاصلي مرة اخرى دون ان يرشده احد اخر حاجة معايا ان هذه الامثلة تدعونا الى التفكر في الايات الدل على قدرة الله وعلى حكمته في الخلق ليزداد ايماننا بالله ويزداد امتثالنا لأوامره يعني مجرد ان انت بتتدبر في خلق الله وتفكر قد ايه ربنا عظيم ان هو يخلق كل دا ويعلم الحيوانات دي كلها او الكائنات دي كلها الحاجات اللي احنا ما نقدرش نعملها بالتالي بيزداد ايمانك بالله وبتبقى عايز تحافظ على كل امر ربنا تدهلنا وبتحب انك تكتنب عن اي نهي ربنا ايه بعده عننا طيب تعالوا نشوف مع بعض اللغويات اكتمال بمعنى تمام وعكسها نقصان البرك يعني مستنقعات الماء ومفرد البرك البركة قاسدة بمعنى متجهة الى وعكسها منصرف عن السحيقة اي البعيدة وعكسها القريبة وجمع كلمة السحيقة السحائق اهلا بمعنى ممتلئا عامرا وعكسها فارغا خاليا غالبت بمعنى صارعت وقاومت وعكسها استسلمت امتثالنا بمعنى اتباعنا وخضوعنا عكسها تمردنا وعصياننا بكده وصلنا مع بعض لنهاية شرح الدرس تعالوا نشوف الاسئلة تيجي عليه ازاي اول حاجة اختر الاجابة الصحيحة رقم واحد مضاد طميصت اختفت ضاعت كشفت يبقى عكسها كشفت يعني بردو بريزت لو قالك بريزت صح وكشفت بردو صح رقم اثنين مرادف يهاجر يرتحل يقيم يسافر احنا كخدناها المرة اللي فاتت يهاجر يعني يترك وطنه وقلنا كمان ان هي ممكن تيجي بمعنى يسافر رقم ثلاثة مؤنث احد 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 طبعا انا عندي لما كنا بنقول احدى العناكب المائية انا بتكلم عن الانثة هي التي تضع صغارها يبقى مؤنث كلمة احد احدى احدى تستخدم للمؤنث واحد تستخدم للمذكر رقم اربعة العلاقة بين التفكر في خلق الله وخضوعنا له يطرى هي نتيجة ولا تعليل ولا تراضف طبعا هتكون نتيجة لانك مجرد ما هتتدبر في خلق الله هتفضع عليه يبقى دي حصلت ونتجتها الخضوع رقم خمسة يهاجر عصفور الهزاز الى الجنوب فيه الخريف الربيع الصيف يطرى هو بيهاجر للجنوب في فصل الخريف الربيع بيعود الى عشي القديم مرة اخرى نشوف الحاجة التانية اكمل العبارات الاتية رقم واحد الذي يدفع الثعابين المائية الى العودة من حيثه كانت ايه اللي بيخليها ترجع مرة تانية لموطنها الاصلي فيه حد كان مسكة من ايديها وبيقولها تعاليها واذيك البيت او فيه حد بيعلمها كده طبعا لا يبقى الاجابة تكون قانون خفي وفترة فطراها الله عليها دي حاجة ربنا هو اللي معلمها لها رقم اتنين تتميز النحلة بيه النحلة بتتميز بايه اول حاجة تجد خليتها مهما طمسة مهما تغير شكل الخلية بتاعتها تعرف ان هي تروحة زي انت مثلا لو مهما ماما خلتك خرقت وغيرت لون البيت او شكل البيت تعرف ان انت ترجعه مرة تانية وكذلك النحلة رقم اتنين الميزة في النحلة انها ترى الازهار اقصر جمالا مما نرى طيب السؤال الثالث يتميز الحصان بايه ها يطرى بيتميز بايه انه يحس باختلاف درجة الحرارة في الطريق لو كان ماشي من منطقة مثلا درجة الحرارة بتاعتها منخفضة وروح لمنطقة تانية درجة الحرارة فيها اعلى شوية هو بيحس بالفرق ده الحاجة التانية يتمكن من رؤية الطريق في الظالم السؤال الرجع توفر العناكب المائية الامن لصغارها عن طريقه احنا اتفقنا فيه خطوات كده هي بتعملها لشان تبدأ تلت صغارها يبقى اول حاجة تصنع من خيوطها عشا على شكل منطق حاجة لبعد كده تعلق العش بشيء تحت الماء رقم ثلاثة تمسك فقاعة هواء وتحملها الى الماء رقم اربعة تطلق فقاعة الهواء تحت العش واخيرا رقم خمسة تكرر تلك الخطوات حتى ينتفي خلعش ثم تلت صغارها وكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الدرس والى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية